السلام عليكم المنات الحدقات منتسب بيعات الوافيات كديرين صحيحها مزيان ان شاء الله تكونوا باخر وعلى خير جبت لكم في هذا الفيديو وصفة رائعة هادي ندير واحد الفطيرة كاجيها كاللعشة خفيفة انا مهمي كندير هاد النوع من الفطائر كنديرو بيهم قوتي بيها عشا يعني كنعمر معهم بريري ديالاتاي صافي كيكونوا مشبعين غنيين نديروها بالخضر كديب بنينة بزاف خفيفة لبات ديالها خفيفة ريشة وسهلة التحضير يعني عمري اخترا وحدا وطيبي وبصحة وراحة تابعوا الفيديو تالاخير وفرجة ممتعة بزمي لعلى بركتي الله فانا غدي ندير جوج ديال الفطارات فعندي هنايا خمسمائة جرام فارينا اللي هي نس كيلو ما يعدل خمسة ديال الكيسان فارينا ديالكم غربلوها دفع لها كيس من خميرة الحلوية التمنيا جرام ملعقة كبيرة من الخميرة فورية ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من السكر ادني نخلط هاد النواشف مع بعدياتهم بهاد الشكل هذا هنا غدي نضيف عليهم حبيباتي ربع كأس ديال الزيت ربع كأس ديال الزيت وعلبة ديال ياغورت الطبيعي ما عندكش ياغورت طبيعي تقدري تضيري واحد تلت ملاعق كبيرة ديال الحليب بودرة باش كتجي العجينة زويونة انا دا تعلبة ديال ياغورت طبيعي وجمعت العجينة ديالي بالماء دافي تكون واحد العجينة اللي طرية يعني ماشي قاسها وماشي بزاف يعني كتلسق العجينة عادية وطرية بهاد الطريقة كتضيفوا الماء تدريجيا لحسب ما تجمعوا لابات كتحطوها على سطح العمل تعطيوها واحد جوج دلكات ولا ثلاثة غير واحد شوية تتحسوا بلا العجينة ولا تطرية معاكم بهاد الطريقة هادي ابنات غي يجربوهم تغمض العينين كيجوا هائلين والوليدات كيعجبوهم بحل هاد النوع من الفطائر او المملاحات سوف يا حبيباتي كيب مدلكتها شوية غدي نقسمها على اربعة ديال القاطع لعقاش حنا غدي نديرو واحدة من التحت وكاد يمغطيها غدي نحطوهم نرجعوهم في ذاك اليناء اللي عجنتوهم فيه وغدي نغطوهم نخليوهم يخمرو بما مشو نوجدو العمارة ديال هاد الفطائر هادو بالنسبة لعمارة حبيباتي هنا ياخدت مقلاد درت فيها واحد زوج ملاعق كبيرة من الزيت غدي ندير هنا واحد البصلة اللي مقطعة تقدروا تديرو البصلة العادية ولا البصلة الخدارية سو البصلة الخدارية كتعجبني هاكا في الحوشوات سوفي غدي نخلي هاد البصلة كتشحر بهاد الشكل هادا غدي نزيد عليها واحد جوج فصوصة ديال التومة اللي غدي نحكهم في الحكاكة الرقيقة وغدي نخليهم يتقلوا مع هاديك البصلة بيوم قطعة ها رحت غدي نديرو هاكا مزيج ديال الخضر هاكا باش ينفعوا وليداتنا بهالطريقة هادي ضبت هنا ايا الفلفلة الخضراء اللي شديتها وقطعتها قطع صغيرة وخلي تهي تهي يا قط شحر مع ديك البصلة والتومة كذلك حبيباتي ضبت هنا يا واحد الحبة كبيرة ديال الجزر المبشور او الزرودية احنا في الجهة الشاقية كنقولو الزرودية ولا كنقولو خيزو يعني كل واحد المنطقة ديالو كيفاش كي يقول احنا اغلبية كنقولو الزرودية شديتها وحكيتها في الحكاكة واحتهي قليتها معاهم اهنا ضبت كذلك حبا ديال الكابوية الخضراء او الكوجت يعني القارع الاخضر حتى هي حكيتها في الحكاكة كنخليو هاد الخضر كاملتك كتشحر مزيان عاد كنضيفو مهم انتم اضيفو داك شي اللي تقدرو عليها مهم دائما تكتخليو الخضراء عاد كتضيفو التوابل بالنسبة لتوابل ضفتنا الملح عينكم ميزانكم شوية ديال الخرقوم شوية ديال الفلفل الاسود او الليبزار شوية ديال التحمارة وشوية كذلك انتا سكنجبير او زنجبيل رشة خفيفة كنخلط هاد المكونات مع الخضر ديالنا هاد التوابل هادو وهنا هي غادي نضيف حبيباتي كميات ديال انا استعملت هنا الكفتان ديال لاداند الكفتا ديال لاداند كميات اللي تقدرو عليها تقدرو تعوضوها بالكفتا ديال لحام ولا بصدر ديال لاداند مقطع ولا صدر ديال الجيج مقطع ولا لي شومبينيو ولا التون اللي قد ديتوا عليه تقدرو تعمرو به هاد الفطائر هادو صافي لي حليت هديك الكفتان ديال لاداند مزيان مزيان مع هديك الخضر وغادي نخليها الطيب كنضيف واحد ملعقة صغيرة ديال تماطم المصبرة وكنخلطها معاهم درت واحد رشة ديال الزعتر اللي كتعطيه واحد طعم رائع وهنا البنات باش كجينا واحد الحوشوة اللي غنية وما كجيش ناشفة كنديرولها واحد الخطوة درت لها هنا يا معلقة كبيرة ديال الزبدة خليتها دابت وغادي نرش واحد معلقة فارينا نخلطها معاهم وندير واحد الكاس ديال الحليب كاس صغير ديال الحليب بحالي بحال الطريقة باش غات نخدمه واحد لها صوص بش عمل في كاسرونة بوحدها الا انا غيهنا دخلتها في الحوشوة كتعطيه ما داقرها ايه وكتعطينا واحد الحوشوة اللي مصوصية يعني كجي غانية في الماكلة ديالها وما كجيش ناشفة فكما شدرت معلقة زبدة دابت زيت عليها معلقة فارينا خلطها وزيت عليها كاس حليب خليت طلعت ديالغلية معاهم تبخوا وطفيت علي الحوشوة نمشيو اللي عجينة ديالنم بعد ماء خمرت كنشدو الكورة الاولى كنصرحوها هكا على سطح العمل معا شوية نتع الدقيق كنصرحوها دائرية تكون ارقيقة شديتها درتها في صينيات ديالفرن اللي مفرشة بورق زبدة او مدهونة انا درت جوج باش نعمرهم بزوج خطرها واحدة ونوزع عليهم الحوشوة دت جوج صينيات قاع سرحت فيهم كورة كورة من العاجين وزعت عليهم كما راكوا تشوفوا الحوشوة ما غديش تحتاجوا تديروا احد صوسك اخرى يعني الحوشوة رهاجات غانية وكافية هنا وزعت الحوشوة زيت شوية انتع زيتون خضر تقدروا تعمروا باش محب بالخاطر زيت شوية ديال الجبن المبشور بهاد الطريقة عادي وسرحت العجينة اللي بقاولي غطيت بهاد الشكل هادا كتغطوا العجينة وكتشدوا سكين ولا قطاعة ولا وكتقطعوا الجوانب بها كتقدوا الفطيرة ديالكم كتجي دائرية ومقادة بها كتغلقوهم وبها كذلك كتحيدوا ذاك العجين الزائد يعني كتبلعونيشان مع الحوشوة سافى البنات من اللي بلعتها غادي نشد هنا شديت بيضة بيت لعمع شوية تعصو الصوجة ولا شوية حليب باش كيتحيد ذاك الزفورة ديال البد سافى بالنسبة تقدرو تخليوا الفطيرة ديالكم عادية تقدرو تتراسيوها تعطيها واحد الشكل زويون انا تتراسيتها غابي يدياك راكوا تشوفوا در الدوائر راكوشتوا الطريقة وكندير ديكاروها في الواسط سنشد هذه البيضة ولا صوصوجة وغادي ندهن كامل الوجهة باش كتجينها محمرة من الفوق سوف يبقى تطرشو عليها جنجلان ولسانو جولا تزيدو شو ينتع الفروماج من الفوق اللي بغيتو انا يملي دهنتها رشيتو شو ينتع جنجلان غيم على الاطراف سنخليها ترتاحي واحد خمسة دقيق وندخلها لبنات الفرن ساخن على نار متوسطة تسبلكم تحمرت من الاسفل وطابت هات كتشعلو لها من الفوق ديالها باش كحتى هي كتتتحمر وتاخدك اللون الذهبي فهذه هي طريقة ديال الطايو كي ماشتو نفس الطريقة درت الفطيرة التانية وانتو ما اللي بغيتو تديرو غير فطيرة واحدة كتقسبو المقادر انت العجينة اللي اعطيتكم الى اثنان يعني كل واحد اللي حسب لها الى ديالو سوف يا حبيباتي غد نكمل بها الطريقة غد نطيبهم ونحمرهم ونتلاقا باش نشوفو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا وانا كننصحكم جربوهم حيت فعلا كتسحق التجربة وها هي يا حبيباتي ما شاء الله كمشتو الفطيرة ديالنا كتجي رائعة ما نحكي لكمش على الريحة طلعية سلام لبات كتجي طريقة خفيفة ما تجي لمعجنالة حتى شي حاجة يعني صوبوها بتغمض العينين غد نقطع لكم منها واحد القطعة باش شوفو كي باش كتجي من الداخل كتجي خفيفة بزاف والحوشوة كتجي بنينة منصوصية دف الفم ما تشبعوش منها شوفو معايا كيفاش كتجي تجي الله الله يا سلام ما شاهدكم البنات فجربوها كي ما قلت لكم هاكا فاشا يعني هاكا ما تديريش انتي يلقوتي ديرينيش انبرا داتاي مع هاد الفطيرة هادي وغادي تاكلو وتشبعو وجيدك شي يا سلام وكتجي طريقة يا غضي مقطع لكم وحده وتفو كيفاش كتجي فان شاء الله البناتنا الاعجاب ديالكم هاد الوصفة وتجربوها وتجاوبوني كي ما دائما في التعليقات ولا تصفتولي تطبيقات ديالكم على الصفحة ديالي على الانستغرام ونخللكم الرابط ديالها في صندوق الوصف فكما ما بخلش عليكم حبيبتي بالوصفة تخليولي لايكاتكم ما تبخلوش عليها لايكاتكم تعليقاتكم بارتاجي والفيديو مع احبابكم وصحابكم وإلى اللقاء في فيديو قادم مع اشيوات تفاولي ما زل ما مشتركه كنقولك ديري ابوني وفعلي الجرس باش توصلي بكل جديد مع السلامة